إثارة مونديال 2022 إذن تتواصل من خلال أول مباراة للدورية النصف النهائي ثلاثية كبيرة بنسبة للمنتخبي الأرجنتيني أمام وصيف النسخة الماضية من المونديال ثلاثية تضع الأرجنتين في المباراة النهائية في انتظار الفائز اليوم من مباراة المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي وسط حضور جماهيري كبير وحضور أرجنتيني متواجد معنا من خلال هذه اللقاءات ألف مبرو كأعتقد فوز كبير بنسبة للمنتخب الأرجنتيني اليوم ضد المنتخب الكرواتي الشعور بتواجد في المباراة النهائية Un grande placer de hablar con vosotros pienso que es un grande partido 3-0 para el equipo de Argentina un maravilloso partido pienso para los argentinos ضد المناطق البلادة اشتركوا في تواجعون الله مجبeter المناطقل ليوا قموا كلي Cualquiera de los dos van a ser buenos rivales. Mucha suerte. ¿Y para vosotros qué piensas del partido? La verdad que para mí personalmente estuvo más tranquilo que el anterior. Pero la verdad la mejor. Fue de re loco. ¿Para vos? También lo mismo. Se esperaba que fuese el partido. Pero estuvo bastante tranquilo. Así que me gustó porque estuvo tranquilo. Fue como Holanda que los penales, todos los nervios. Un gran partido de Lionel Messi. Un genio. Y Julián Álvarez también. Un genio. إذن استمعنا لهذه التصريحات بالنسبة للجماهير الأرجنتينية المشجعة الأولى أبرزت بأن التأهل كان مستحقا بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني في وقت للمشجعة الثانية كذلك تمنت أن يكون المنتخب المغربي منافسا للمنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية المشجعة الثالثة أبرزت بأن اليونال بيسي وأداءه اليوم كان كبيرا ومتميزا لن عددگا أخرى مع أached engageعان المteواجهد هنا في هذه المباراة أعتقد أنه هو مباشرة للمشاهدة اليوم تفضيلين المنتحب الفرنسي من المنتحب المغربي في النهائية كما اتعطيت الاشتراكات فإنهم هل فرانسي احببت المشاهدة انه سمائنا ايه الان لديهم لها درس او لها ايه الاشتراكات انه هما ايه انه سوف اتخاب بالتأكيد من حيات ال len Y que nuestro equipo va a dar todo, como siempre, todo el alma, el corazón y bueno, ojalá que se nos dé, que Messi se merece esta Copa. ¡Vamos, Messi! ¿Vamos a vos? Y lo mismo, creo que ambos equipos han hecho un excelente trabajo en el juego. Sí serían muy históricos si quedamos con el primer equipo de Medio Oriente en la Copa, pero concuerden que ha sido un excelente partido el de hoy y vamos a, espero, espero y anulo Mufa, como decimos los argentinos, de que todos vamos a ganar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. هذه لقاءات الجماهير الأرجنطينية تشجيع كبير أبرز أن التأهل الأرجنطيني كان مستحق أداء المنتخب الأرجنطيني في البطولة بشكل عان أبرز بأنه كان متميزا وكبيرا تأهل مستحق بنسبة للمنتخب. المشجعة الثانية قد أكدت بأنها لا تفضل المنتخب الفرنسي بقدر ما تفضل ربما المنتخب المغربي باعتبار المنتخب الفرنسي فاز مرتين بهذه الكأس وهو حامل اللقب يملك الكثير من النجوم. وبالتالي ترى بأن المنتخب المغربي هو الذي ربما أن يكون ممكن منتخبا سهلا بنسبة للمنتخب الأرجنطيني على حسب تعبيرها. واحد من الجماهير الموجود معنا كذلك يريد أن يبرز تصريح بنسبة لهذه المباراة. كيف شاهدت المباراة وأداء اليونان ميسي اليوم؟ مباراة رائعة جدا جدا. المنتخب الأرجلتيني اتبع أسلوب الهجمات المرتدة بهجمات مرتدة. ميسي حرز الهدف الأول. خوليان الفارس حرز الهدف الثاني. مباراة على عالم السواء. ميسي يستحق أن يتوج بالكأسة العالمية الأولى في تاريخه وتتويج مسيرته الرائعة بأعلى الألقاب العالمية. مبروك للمنتخب الأرجلتيني وإن شاء الله المنتخب المغربي بكرة متأهل. وفاموس أرجلتينو وجيبوها يا الأولاد. مبروك. ميسي 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 كذلك هنا لقار آخر مع المشكلة. تفضل اعتقد المباراة كانت مهمة اليوم لأرجنتيني. مباراة كبيرة لأرجنتيني اليوم. كانت مباراة كثير حلوة وكثير شاطريين وكثير أبداعوا بالمباراة. بس بتمنى أنه يخسروا مقابل الفريق المغربي. وإن شاء الله الفريق المغربي هو اللي بيربح كأس العالم يا رب. يعطيك العافية شكرا لك شكرا لك شكرا لك. إذن كب. كريك تكانتيمو؟ أوكي بالي. إذن هذه هي فرحة الجمهور الأرجنتيني اليوم الأرجنتيني في النهائي في انتظار ربما كأس تالثة في تاريخ الأرجنتين. في انتظار كذلك اليوم المباراة الكبيرة بين المنتخب الفرنسي ومنتخبين العربي المنتخب المغربي. ترجمة نانسي قنقر